اشتركوا في القناة لكن في نفس الوقت هتكون سهلة سهلة الهضم وصيرة ولمدة دقايق كل حلقة فارجو نحن نستمتع بالدراسة دي مع بعض وحب بقى اسمع منكم لو عندكم اي تعليقات عن مصار الامور الحلقات دي على فكرة هتفتح لنا افكار مهمة جدا عن من هو المسيح هويته ارساليته تعاليمه معجزاته واخيرا لمحة عن محبته تضحيته لاجل البشر بتقديم حياته حياته لفداء البشر ومن ثم هنتكلم كمان عن قيمته من بين الاموات وصعوده للسماء وعقيدة مجيئه مرة تاني لتأسيس ملكوته الابدي فتعالوا بينا تعالوا بينا نفتح هذا السفر سفر بمعنى الكتاب بالعبري كلمة كتاب يعني سفر دسم ونحاول نصبر اغواره مع بعض فخلوني في البداية ابدأ بمقدمة عن السفر وعلى فكرة كل السفر في الكتاب مقدس ليه ليه غرض من كتابته وبيكون ليه اية مفتحية وهنا في السفر ده الاية المفتحية بتاعته في انجليو حنى اصحاح 20 وآية 31 بيقول واما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله وليكي يكون لكم اذا امنتم حياة باسمه في حاجة مميزة جدا بالنسبة للكاتب بعكس الكتاب الاخرين ما ذكرش يحنى اسمه اطلاقا في كل السفر على فكرة لو هتلاحظه لكن كان دايما بيتكلم عن نفسه كالتلميذ الذي كان يسوع يحبه وكان دايما مكانه المفضل هو انه يذكي رأسه على صدر يسوع وكان هو واخوي عقوب اسمهم الشهير ابناء الرعد وده لان كانت شخصيتهم شخصية شديدة وعنيفة وفي مرة من المرات طلبوا من رب يسوع انه ينزل نار من السماء على السامرين ده كان في الوقت اصحاح 9 لكن سبحان الله الذي يغير ولا يتغير من ابن الرعد الى يحنى الحبيب صاحب القلب الحنون اللي اتمنه الرب يسوع انه يعول امه المطوبة العذراء مريم بعد موته وهنشوف ان يحنى كتب 80 مرة في السفر ده وفي كل اسفار اللي اوحى الرب لها عن المحبة كتب 80 مرة عن المحبة لكن كتب اكتر من 100 مرة عن الايمان ومشتقاته وهكذا كان من الواضح انه شهوة قلبه ان انا نؤمن بالرب يسوع المسيح وننسبي جدا في حبه اخر حاجة حابب اقولها النهاردة وبعدين نكمل بنعمة الرب الحلقات الجاية ان الرسول يحنى مهتمش انه يكتب كتير عن تفاصيل حياة الرب يسوع من ميلاده ونشأته وتحركاته وتعاليمه ومعجزاته اللي لا حصرة لها وطبعا اتذكرت في كل الاناجيل التانية لكنه اكتفى بذكر 8 معجزات اتوسع فيهم في كل واحدة من دول عشان يوضح معاني لهتية عن طبيعة المسيح وارسليته كابن الله الوحيد اي المعلن لذات الله او الله معلنا وفي حواراته مع بعض الاشخاص زي نوك ديموس اصحح 3 والسامرية في اصحح 4 كان بيوضح حقايق في غاية الاهمية عن الولادة الجديدة بالروح القدس وعن انه هو الوحيد الوحيد اللي وفر لنا طريق الخلاص الخلاص هو نفسه الخلاص لنا واعاد لنا العلاقة مع الله وضمن لنا الحياة الابدية فبنعمة الرب هنستكمل حديثنا في هذه الامور المرات الجاية والى الحلقة الجاية استودعكم لعناية الرب والرب يحفظكم ويبارككم اشتركوا في القناة